اشتركوا في القناة اما بعد ابناء طلاب الصف العاشر اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادتنا اللغة العربية على منصة التمييز النموذجية نتناول بعون الله تبارك وتعالى وبحوله وبقوته درس من دروس البلاغة التذوق الفني تناول التشبيه الضمني هيا يا ابناء ما التشبيه الضمني يا ابناء التشبيه الضمني يفهم من مضمون الكلام فلا يصرح بمشبه ولا مشبه به ولا تذكر فيه اداة تشبيه ودائما انتبه يا ابني ودائما يكون حكمة من الحكم او مثل من الامثال ينطبق على موقف معين ويأتي الجزء الثاني فيه دليل وبرهان على ان الجزء الاول من الممكن ان يحدث امثلة للتشبيه الضمني قال الشاعر على فما يستقر المال في يديه وكيف تمسك ماء قنة الجبل هذا تشبيه ضمني حيث نجل الشاعر قد شبه الممدوح بقنة الجبل فعدم استقرار المال في يدي الممدوح يشبه عدم استقرار الماء في قنة الجبل ما وجه الشبه يا ابناء احسنتم علو المنزلة والمكانة مثال اخر قال المتنبي ميه يسهل الهوان عليه مال جرح بميت ايلام ما التشبيه الضمني في هذا ابنائي هنا شبه الذي يقبل الهوان ولا يتعلم كالميت الذي لا يتعلم اذا جرح وهنا التشبيه فهمة من سياق الكلام ما وجه الشبه ابنائي في هذا البيت عدم الاحساس او التأثر عدم الاحساس او التأثر احسنتم وبوركتم جميعا ابنائي الطلاب هيا ابنائي الى مثال اخر التشبيه الضمني يقول الشاعر لا تحقرن صغيرا في معاملة ان البعوضة تدمي مقلة الاسد ما التشبيه الضمني في هذا البيت ابنائي الطلاب الشاعر يشبه من يحتقر عدوه بسبب ضعفه فيناله منه الاذى بالاسد الذي لا يبالي بالبعوضة فتصيبه في مقلتيه فتدميها ما وجه الشبه ابنائي الطلاب احسنتم وقوع الاذى للقوي من الضعيف مرة اخرى وقوع الاذى للقوي من الضعيف القوي ها هنا الاسد والضعيف ها هنا البعوضة كما هو واضح امامكم احسنتم ابنائي وبوركتم جميعا ننتقل الى مثال اخر يقول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس اشرح التشبيه في هذا البيت هذا البيت يتضمن تشبيه ضنيا فالشاعر يشبه حالة من يظن انه سينجو ولم يأخذ باسباب النجاح بحالة من يظن ان السفينة سوف تجري على اليبسة اي اليابسة هل هذا ممكن ابناء طلاب بالطبع غير ممكن ما وجه الشبه ابنائي احسنت يا ابني استحالة وقوع الامر وجاء الطرف الثاني المشبه به كما قلت لكم سابقة دليلا وبرهانا على الطرف الاول المشبه ما الغرض منه الغرض الاقناع والتأكيد استخرج تشبيها ضمنيا هيا ابنائي نقرأ عاش اهل الكويت في سلام وامان قرونا عديدة وحين فجعت الكويت بالغزو الغاشم تحول اهل الكويت الى اسود تدافع عن عرينها ان الشدائد تظهر معدن الرجال فالنار تزيد الذهب نقاء اشرح التشبيه في هذه المقولة شبه حال الرجال وقت الشدائد حيث يظهر المعدن الاصيل بمثل الذهب يزداد نقاء مع زيادة النار وجه الشبه ابنائي الطلاب الشدائد تظهر المعدن الحقيقي للناس حسنتم وبوركتم جميعا هيا الى هذا التشبيه اليوم نستخلص منه وجه الشبه قال الشاعر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخضب الحسناء لم يغلها المهر اشرح التشبيه مني هذا البيت يتضمن تشبيها ضمنية فالشاعر يشبه من يبذل نفسه وروحه من أجل تحقيق المعالي بمن يبذل المهر الغالي من أجل خطبة فتاة حسناء وجه الشبه ابنائي الطلاب استرخاص النفيس والغالي من أجل الشيء العظيم وجاء الطرف الثاني المشبه به دليلا وبرهانا على الطرف الأول المشبه والغرض منه الإقناع والتأكيد صغت شبيها ضمنيا مما يلي نشاط الفريق بعد خموله اشتداد الريح بعد سكونها يا ابنائي ماذا نقول احسنتم نشط الفريق بعد خموله فالريح تشتد بعد سكونها بين من خلال النصوص المقررة أثر استخدام التشبيه الضمني في التعبير عن المعاني والاتجاهات والمشاعر يقول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ما الأثر بني؟ أحسنت إثبات معنى احتياج قومه له بدليل أن الليلة يحتاج القمر ما شاء الله حدد التشبيه الضمني من بين التشبيهات التالية يا ابنائي فإنك شمس والملوك كواكب إذا بلعت لم يبدو منهن كوكبه البيت الثاني فكن كالشمس تظهر كل يوم ولا تكو في التغيب كالهلالي البيت الثالث وآت الأسير يجر ثقل حديده أسد يجر حية رقطاء وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم هيا يا ابنائي حسنت البيت الثالث ضمني وأيضا البيت الأخير ضمني ما شاء الله حدد نوع التشبيه فيما يلي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس هيا يا ابنائي حسنتم تشبيه ضمني قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول ما شاء الله تشبيه غير تام كون تشبيها ضمنيا من كل طرفين مما يلي الشدائد تظهر معادل الرجال النار تزيد الذهب نقاء حسنتم تظهر معادل الرجال أو تظهر معادل الرجال في الشدائد فالنار تزيد الذهب نقاء أحسنتم وغلقتم جميعا وفي الختام أرجو أن ينال درسنا إعجابكم مع دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر